يوسف هو أحد الأطفال القاتلين في منطقة جبل النصر بمجرد أن رأى متطوعي حملة يلا نظف عمان في منطقته ترك اللعب وانضم للعشرات الذين آثروا أن يجلسوا مكتوفي الأيدي في مواجهة أطنان القمامة التي تغطي المكان حملة يلا نظف عمان انطلقتها بمبادرة من شاب على الموقع الاجتماعي فيسبوك وقام بتجميع عدد من المتطوعين للمشاركة في تنظيف جبل النصر فكرة أجتني أني أنا بصراحة بيوم الأيام قبل فترة عامل وطن عندي نصاوب بجرو بطل يجعنا على المنطقة فصارت المنطقة كارثة بيئة فأنا سألت حاليا أني أنا لأيام ترح عامل الوطن يظل مسؤول عني لأيام ترح أكون مسؤول عن نفسي نزلنا خبر بالجرايد وصار النقاش بيني بين أما يتعمان على الموضوع كان فيه تقصير منهم ومنا إحنا كأهالي بالمنطقة هذا تقصير كمان مننا ما لدينا ثقافة بيئية أبدا يعني شوفي الطفل عماله بأخذ كيسة زبالة برميه وين رمى والدته مش عارفة وين راح المهم أنه طلع من البيت الإدارة الملكية لحماية البيئة وأمانة عمان الكبرى تشارك تاسويا لإنجاح الحملة من خلال توفير القفازات والمكانس بالإضافة إلى البصات التي نقلت المشاركين وشارك كذلك أيضا عمال الوطن الذين كانوا حاضرين في المكان نصقنا إحنا وأمانة عمان الكبرى بخصوص كياس النفايات والقفازات ونسهل العملية أمام المشاركين كدورية لأي خدمات بطلبوها مننا إحنا جاهزين اللافت في هذه الحملة أن شبابا من مناطق مختلفة من عمان شاركوا فيها ورأوا أن من واجبهم المساعدة في تجميل وتنظيف المدينة خلال أوقات فراغهم بدل الشباب أن يفكروا بالوقت الزائد في حياتهم كنا لدينا وقت زائد في حياتنا بهذا الوقت يضيفون لعمل تطوعي لإشي يفيد الناس مش ضروري كل إشي تعمله تأخذ عليه المصاري بتقدر تعمل إشي يفيد الناس ويفيد بلدك بالآخر حتى تكون إنسان محترم هذه الحملة تساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بالحفاظ على نظافة المدينة وتهدف كذلك إلى تعزيز مفاهيم المواطن الصالحة تجاه البيئة والتقليل من السلوكيات السلبية تجاهها اشتركوا في القناة